أنا أعطيك مثال حي مساعد تتكلم عن الأخ الكندري وعبد الله عيسى أنا أقول لك أنا شنو صار معاي مع البلدية يوني مجموعة من المواطنين يشتكون إن البلدية فيها رشاوي ورشاوي حقيقية وكل واحد ياب أدلته الرشاوي هذا شنو الظاهر لما الواحد يبيع بيته لازم يبيع ورقة من البلدية تأكد بأن هذا البيت ما في مخالفات أو حتى البناية أو حتى كذا التوجه الآن في البلدية من الموظف الصغير أنا أنقلك اللي يقولونه الناس من الموظف الصغير اللي هو راعي الشاي ليه الموظف الكبير الكل قعد يطالع على أنه يبي مقابل من المواطن حتى يخلص معاملته ولا ما يخلص معاملته شلت التلفون على الأخ الوزير قلت لأبو عبد الله هذه المشكلة نسمعها من أيام ما كان صاحب السمو الأمير الله يحفظ رئيس وزره وقال إيه في البلدية فساد ما تشيل البعارين صحيح لما نقول صاحب السمو في ذات الفترة يمكن الرئيس وزر هذا الكلام لأنه يدري أكو شيء غلط في البلدية يجب أن يعالج قتل أسوء مثل ما مسوين سنغافورة أعطيته مثال لأننا كنا نحن في فترة من فترات في سنغافورة شفنا النظام الرقابي ما لهم قتل شكل لك لجنة أو إدارة هذه تكون داخل البلدية وظيفتها فقط تلقي الشكاوة تتلقي الشكاوة المواطن يقول له ترى هذا الموظف طلب مني رشوة كذا يصير أكو أفراد وظيفتهم بس التحري والتأكد أن هذا بالفعل سوى هذا الأمر ولا ما سوى يتشايكون على حسابه في البوينغ يتشايكون على بيته يتشايكون على سياراته ما يخلون شيء ما يتشايكون عليه ليش حتى يتأكدون بالفعل أنه ما كان يكون مجال أن استلم شيء من الناس أو ما شابه تدري الناس تقول لي تقول لي والله يا سيد يوصل الأمر حتى في كرت الشارج هذا ما لتلف وماكو يعني يفتح أو تفتح السكرتيرا وكذا الدرج فلازم يحطون صح هذا الوضع هو وضع مدمر رح يدمر البلد متى ما تصير الحالة بهذه الطريقة بعناتها عندك حالة تدمير الآن شفت المناظر المؤذية اللي طلعتها مساعة وحقيقة أنا شفت هذا الأخ الوافد اللي قاعد يقول أنا شنو أسوين أروح يعني إلى منو أشتكي واحد في بلد مثل الكويت اللي لازم نكون إحنا البلد الأول على مستوى النظافة من كثر ما ندفع فلوس حق الشركات المختلفة حتى تقوم بدورها بالنظافة يصير فينا الأمر نصل إلى هذا المستوى معناته أنت مو فساد عندك أنت عندك دمار عندك خراب والله العظيم لو أنا من الأخ عسى الكندري نحن نشيل التلفون عليك كمقدم برنامج وأقول لك شوف يا محمد لك مني خلال يومين مو بس رح نخلي هذا الأمر يتعدل لا رح نييب صاحب البناية ونييب الجهات المسؤولة في البلدية والأشغال في ذات المنطقة ونحاسب بحساب عسير ترجمة نانسي قنقر